أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر أهلاً بيك يا مارينا أهلاً برحام النهاردة يا مارينا عنوان الحلقة اسمها مصير الناس في أيدي المسلمين يعني إيه الكلام ده؟ أنا فكركي هتقولي يواقع بيضة يواقع سودة ده لو مصير الناس في أيدي المسلمين هيمحوا البشرية كلها وعلى وقت الأرض تخيلي لو مصير الناس في أيدي المسلمين ده على الأرض ده كمان في الأخرة أنه هتكون مصير الناس هم اللي هيدخلوهم النار وهم اللي هيدخلوهم الجنة واخد بالك فهنشوف في سورة البقرة الآية 143 بيقول إيه وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِدًا إيه معنى الآية دي هنروح لتفسير ابن كثير الإمام أحمد قال إيه قال عن أبي سعيد قال رسول الله يدعى نوح يوم القيامة فيقال له يوم القيامة جيب نوح كده فيقال له هل بلغت حلوة دي فيقول نعم فيدعي قومه يجيبوا قوم نوح غراهم في الطفان فيقال لهم هل بلغتكم فيقلون ما أتانا من نزير وما أتانا من أحد بيجذبوا هيجذبوا ربنا عادي يعني ربنا في الوقت الأخير ده برضو هيجذبوا في ملحوظة هنا فرحان ما حد شي قدر يجذب في حضرة الله طبعا ده كلام فاضي ده أنا لما ربنا يسألني أقول له ما أعرفش ده كلام فاضي فيقال لنوح من هي أشهد لك يا الله فيقول محمد وأمته قال فذلك قوليه وكذلك جعلناكم أمتا وسطا هنا السؤال نوح بيسأل نوح ليه هل بلغت هل نوح يكون كدب طب نقول نشوف مين تالي يشهد ليك اللي يشهد ليه بقى محمد اللي ما شافش نوح ويش معنى يعني هو ما فيه ثقة في نوح خالص هل بلغت طب يروح للناس الجماعة نوح يقولوا ها هو بلغكم فيقولوا لا ما بلغش يعني تفكير سطحي جدا جدا وبعدين يقول طب مين بقى اللي هيشهد ليه في نوح يقول كده دول ما أنصفونيش لم ينصفني يا أصحابي فلا طبعا أصحاب الطفان دولا هنشوف محمد وإيه هم اللي هيشهدوا أنه بلغ وهم والمسلمين شاهد ما شافش حاجة خليني أشوف برضو نفس التفسير دي كاسير بيقول إيه عن النبي قال أنا وأمتي يوم القيامة عليكم مشرفين على الخلائق ما من الناس أحد إلا ودى إنه منا وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد إنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل يعني ما تخافوش يا أمبياء لو حد كذبك وأنا هشهد لكم أنه أنتو بلغتو عارفة فيه نرجسية كده يعني أنا اللي شاف حاجة ولو أم شافوا حاجة أنا وأمتي أنا وأمتي يعني أم الإسلامية هتشهد للناس اللي هي بص يا مارينا وما يزعلش مني المسلم النبي اللي يشرع الكذب ويشرع المعاريد ويشرع التانية التقية يعني كله كذب في كذب أنا أصدق يعني المفروض الله ده يصدق أي واحد فيهم ثقة تبقى معدومة لا هو ربنا مش عارف حاجة يعني مثلا ده يشهد وده يشهد أوكي 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 ربنا عارف كل حاجة بس في الحديث يعني أنتو أصلا الكذب موجود فتشهدوا على الناس ومشافوش حاجة فنشوف في روى الحاكم نفس تفسير ابن كسير في المستدرك بتاعه ده في تفسير ابن كسير عن جابر ابن عبد الله قال شهد رسول الله جناسة في بني سلمة وكنت إلى جانب رسول الله فقال بعضهم والله يا رسول الله لنعم المرء كان لقد كان عفيفا مسلما وكان وأسنو عليه يعني الناس أسنوا على الراجل ده وقالوا أنه كان راجل كويس فقال رسول الله أنت بما تقول خلاص ده كويس خلاص مدام واحد شهد أنه كويس يبدأ بقى كويس مش حيبقى كويس لا بقى كويس فقال الرجل الله أعلم بالسرائر فأما الذي يبدأ لنا منه فزاكا كلام عقل فقال النبي وجبت ثم وجبت خلاص يعني خلاص ده حيبقى في الجنة ثم شهد جنازة في بني حارسة وكنت إلى جانب الرسول فقال بعضهم يا رسول الله بئس المرء كان إن كان أنه كان لفظا غريصا فأسنو عليه شرا قاله عليه ده راجل وحش فقال رسول الله لبعضهم أنت بالذي تقول أنت بالذي تقول فقال الرجل الله أعلم بالسرائر فأما الذي يبدأ لنا منه فزاكا فقال رسول الله وجبت إيه الكلام ده يا مارينة الكلام ده معناه إن المسلم هو اللي قرر يعني المسلم العادي بيقول لك هو بتكلم مع الرسول قال إيه قال إيه جماعة السرائر دي اللي بيعلامه قال اللي شايفينه لكن السرائر اللي بيعلامه ربنا فالرسول بيقول له إيه بيقول له اللي أنت بتقول عليه حيكون حتى لو راجل ده حتى لو كان هو تاهم من جوه منعرش السرائر السرائر حتى لو كان آخر نفسه كان تاب لكن مدام المسلم قال عليه إنه شرير فبقى شرير فيروح جهنم برضو في نفس التفسير بيقول قال الإمام أحمد حدثا عن عن أبي الأسود إنه قال أتيت المدينة ففقتها وقد وقع بها مرت فهم يموتون موتا زريان فجلست إلى عمر فمرت به جنازة فأسنى على صاحبها خير فقال واجبت واجبت ثم مر بأخرى فأسنى عليها شر فقال عمر واجبت واجبت تعليم الرسول يعني الرسول كان بيعلمهم كده فعمر اتعلم هو كمان فقال أبو الأسود وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة حلاوة قال فقلنا وسلاسة قال وسلاسة قال فقلنا وإثنين قالوا أثنين ثم لم نسأله عن الواحد وكذا رواه البخاري والتربزي والنسائي وإلى آخر الكلام يبقى المسلمين هما اللي بيتحكموا في مصير الناس ده كان جاء كويس وحلو كده يلا ربنا يشهد ليه أربعة دخلوا الجنة يشهد أنه كان شرير ومش كويس ولا حاجة ربنا شاف أربعة شهدوا ليه يدخلوا النار يبقى بيتحكموا وهما في الجنازة يعني هو بسة في الرايح الأبر بتحكموا في مصير البناء وكأنهم هم عالمين الغيب ها هيدخلوا الناس هما مش عالمين الغيب انت هتشهد له كان كويس أيوة أيوة كان كويس كان كويس انت وانت بتقول ليه كان كويس انت كان كويس خلاص ربنا هياخد بكلامك ودخلوا الجنة خلاص ها طيب في حديث برضو ومشابه ليهم خالص يعني بيقول لك مرة بجنازة فأسنع عليها خيرا فقال النبي وجبت ومر بجنازة أخرى فأسنع عليها شرا يعني النبي نفسه هو وجبت وجبت فقال النبي وجبت فقال عمر فدك أبي وأمي مر بجنازة فأسنع عليها خيرا فقلت وجبت ومر بجنازة فأسنع عليها شرا فقلت وجبت فقال من أثنيتم عليه خيرا اهو شوف ده الأنوان من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة القرار قراركم يا مسلمين وليس قرار الله حل ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض يعني واخدين مكان ربنا يا فرح خلاص هم خدوا المسلمين أخدوا مكان الله يعني هم اللي بيقرروا يدخلوا ده النار عشان كده مارينا لما تشوفي جنازة مسلمين اللي قاعد على البتاع على كرسي يجري واللي في القهوة يسيب القهوة ويجري وراه عشان برضو لها عدد اللي حيخش كلما الجنازة تبقى مليانة مليانة اللي يضمنوا أن ده حيخش الجنة عشان كده الله أجبر ماد فلان وتوافق إلى رحمة فلان أول مرة أعرفها لا لا دي فيها هياخدوا والريح الجنازة هو كمان هياخد سواب سواب عشان بعد اللي أما حيموت برضو في ناس عتمشوا وراه مجاملة يعني فبص تلاقي ناس مش عارفين الميت ورايحين ويجروا ويجروا وراه فدي كل ما يزيد العدد كل ما يزيد يعني الرسول ما حصلوش كده واسمه إيه ده عثمان بن عفان بالليل دفنوا من غير ما يكون ورا حد دي سمعنا صوت المساحي أه تفضل يو الليلس الأربعة طيب خلينا نشوف حديث بقى يا فرحة الحديث طبعا تصحي قدامك هيكون شاهدنا مع رسول الله خيبر فقال رسول الله الرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار فالرسول بيقول الرجل ده من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكسرت به الجراح فأثبتته فجاء رجل من أصحاب النبي فقال يا رسول الله أرأيت الرجل الذي تحدست إنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله أشد القتال فكسرت به الجراح فقال النبي إنه من أهل النار قال له ده كان بيقاتل يعني أشد القتال واتجرح جرح قال له برضو هيروح النار هل الرسول يا فرحة بيعرف مين رايح النار من الجنة هل الرسول بيعرف الغيب أصلا ما هو الإله بتاع الإسلام فكذا بعض المسلمين يرتاب يعني المسلمين بتاني شك إيه اللي بيقوله ده بيقاتل معانا وبيعمل معانا إزاي هيروح النار ده بينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها فاشتد الرجال من المسلمين إلا رسول الله فقال يا رسول الله صدق صدق الله حديث صدق الله حديثك فقد انتحر فلان فقتل أن أفسه فقال رسول الله مش أنا قلتلكم يا بلال كم فأزن لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر والحديث أبو هريرة والمحدث المخالي لا فاهمهون شوي بس الرجل ده كان الرسول عارف إنه هو مش موسلم طب إنت بتستعيني بغير المسلمين بالمنافقين يعني مرتزقة إنت بتستعين بكده يعني فيه حديث تاني بتقولك إن لن نستعين بالمشرك ولا كده يعني مش موضوعنا لكن دلوقتي هو إيه كان بيقاتل معهم على الأساس إنه مسلم فكلهم شايفينه مسلم فإيه من كتر القتال الشديد شكه الرسول بيقول ليه ده من نر ده من أهل النار ده من أهل النار إنت بتعرف الغيب إنت بتعرف إيه فلما قاتل قتالا شديدا وتجرح ما استحمدش الجرح بتاعه كان عايز يموت موت نفسه فموت من انتحر فلو ده أنت صح يا رسول الله كلامك تلع صح ده الراجل انتحر ده هيروح إيه كده النار فراح الرسول قال إن جات لي عقبطا إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفجر يبقى هو كان رجل فجر الرجل اللي كان بيحارب معه كان رجل فجر يبقى نقطة الأولانية استخدام المرتزقة والفجار وهل الله يؤيد الدين برجل فجر صح هل رباني يستخدم الفجر عشان دينه ينتصر نعم معلش أنا بقولها بلغة دلوقتي المرتزقة يبقى هو كان بيستخدم ناس مرتزقة بيدخلهم يحاربوا معاه وهو عارف إنه مرتزق وإنه فاجر وإنه كده لكن يقولك إيه موش مسلم كده يعتبر مش مسلم فقالك هو في النار وجيله على إيه وجيله على الطبطاب هو كده من الأول عارف إنه مش مسلم وبيستخدمه ده ممنوع ده ممنوع أصلا كمان خلي بالك يعني فيه أحاديث تانية تقولك ما يستخدمهش الكفور طيب عكس حجس كل حاجة تقول حاجة وعكسها بس هنا الحديث يقولك إن الله يعني بيشتمه في ربنا فرح الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وفيه أحاديث تانية بتقوله بأقوام الأخ اللي قاله عشان ينتحر لا الرجل بيقولك هو داخل الجوهنم عشان ينتحر عشان ينتحر بس بصي أنا بقى عارف التاريخ وكده يقولك عشان ما أعش في إيد الأعداء يعني من كرمته يعني بيقوم من موت نفسه مثلا بيقولك هو ده راح راح جوهنم طيب أخد نقطة نقطة بسيطة لي أنا يعني بنأكد الفكرة بنأكد الفكرة آه بالضبط في عمر بن الخطاب وقال كده فقال أبو الأسود وما وجبت يا أمير المؤمنين يقصد على الحديث قلناهم آه نحن بنأكد أن الحديث في البخاري بس قال إيه بس قال إيه قلت كما قال النبي أيوة هي دي عمر بن الخطاب اتعلم من النبي نعم أيما مسلم شهد له أربعة بغير أدخله الله الجنة عشان كده بيروحوا في الجنازة كتير فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنين قال واثنين ثم لم نسأله عن الواحد طبعا يعني اتنين لو اتنين ماشيين في الجنازة البناء آدم ده وقالوا كلام كويس خلاص البناء آدم ده وجبت له الجنازة والحديث ده أنه هو في صحيح البخاري خلينا نشوف الحديث اللي بعده ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين إنهم لا يعلمون إلا خير إلا قال الله قد قبلت علمكم وعفوت عما لا تعلمون يعني الله يقول إيه أنا خلاص أنتو عارفين عنه كده دول الشفاعة بتاعتك أنا قبلت العلم بتاعتك وعفوت عن أنتو ما تعرفوه ويروح مدخلون الجنة والحديث طبعا تصحيح أقدمكم فيعني كده يا مرينا إذن كل المسلمين وغير المسلمين في دين آخرتهم في دين المسلم هل هو ده يعني ده الحساب لا هل ده المقولة اللي بين المسلمين أذكروا محسن موتاكم مثلا هي دي اللي يقولوها كده مذكروا محسن موتاكم مذكروا عشان المية ما يدخلوهش النار يعني بس ده هما بالتواطر يعني بيقولوها هما أنا متأكد أن المسلم ما يعرفش الموضوع ده أصلا طيب بشكرك جدا يا مرينا وبشكركم أعزائي المشاهدين ونشوفكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المجهر موسيقى